منتخب شباب العراق يواجه الأرقواي الليلة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في أولى مبارياته في كأس العالم للشباب في الأرجنتين توضيح لندام بطولة كأس العالم للشباب ست مجموعات يتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول والمركز الثاني لدور السطعش وأيضا أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث سوف تتأهل لدور السطعش في التدريبات مع نويات ليوت الرافدين عالية والجميع يريد تقديم الأفضل من أجل رفع اسم العراق عاليا مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد كل عام ونحن بأول الصفوف جيل يوصي جيل عن العراق لازم يبقى مرفوع الشموخ المحلل الفني بسام رؤوف مدرب منشستر يونايتد الهولندي تينجهاغ ليس عادلا مع زيدان اقبال لعبنا يستحق اللعب في منافسات الدوري الإنجليزي وفي كاس العالم للشباب ربما أدفوكات نقل صورة سلبية عن اللاعب العراقي مدرب منتخب شباب العراق السابق حكيم شاكر كل القلوب اليوم مع منتخب شباب العراق لأن الخسارة في بداية المشوار تربك الحسابات لدينا تاريخ جميل في هذه البطولة وهذا الشيء سيخدم لاعبين أمام الأرقواي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة العراقي الكابتن يونس محمود ليس لدي أي تواصل مع كاساس جلس معه مرة واحدة فقط وطموحي أن أكون وزيرا للشباب والرياضة في العراق رسالة معنوية مهمة من زيدان اقبال للاعبي منتخب شباب العراق قبل مواجهة الأرقواي الليلة كنت أتمنى أن أكون معكم وأنتم في ساحات الملاعب تبدلون كل ما في وسعكم لتنالوا شرف الفوز في هذه البطولة العالمية تعلمون ما منعني من المشاركة هي ظروف خارجة عن إرادتي أسأل الله لكم الفوز والتقدم في هذه البطولة العالمية لتعملوا على رفع اسم العراق عاليا بين الدول وتعكسوا الأخلاق العراقية في الملاعب العالمية من خلال اللعب النديف وروح ريادية عالية تقبلوا مني خالص الحب لكم ولبلدي العراق أخوكم زيدان اقبال مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد المباراة الأولى لها خصوصية مميزة في المجموعة ولو تجاوزنا مباراة الأرقواي سندهب إلى الأدوار المقبلة في المونديال جميع اللاعبين بأتم الجاهزية ونحن مصممون على إسعاد الجماهير العراقية وتقديم مستويات تليق بإسم الكرة العراقية المنتخبات متقاربة المستوى خاصة في الفئات العمرية طموحنا التأهل كمتسدر للمجموعة المحلل الفني كريم خلف على كساس عدم التدخل بعمل عماد محمد مع منتخب الشباب ولو كانت لديه ملاحدات يجب أن تكون على انفراد العلام العراقي محمد خلف علينا خطف نقطة التعادل أمام الأرقواي ومن ثم الفوز على تونس لدمان العبور إلى الدور الثاني في كاس العالم للشباب وإنجلترا فريق قوي للغاية وقد نلاقي منتخبات أسهل عند التأهل للأدوار المقبلة وصول عائلة اللاعب آدم طالب ووالد اللاعب رومان ووالد وشقيقة اللاعب أليكسندر أراها إلى الأرجنتين من أجل تشجيع ليوت الرافدين في كاس العالم للشباب حيدر جبار في حال كانت هناك أمطار غزيرة في مباراتنا أمام الأرقواي الليلة فليس لدينا أي مشكلة لأننا ضربنا اللاعبين على اللعب في الأجواء المنطرة خلال الأيام المادية ومساعد مدرب المنتخب أحمد والي جاهزون نفسيا وبدنيا لمواجهة الأرقواي ونريد أن نفرح الجماهير العراقية نتمنى كل التوفيق لعماد محمد ومنتخب شباب العراق في كاس العالم للشباب في الأرجنتين ونتمنى من جميع الجماهير دعم هذا الفريق وترك الانتقادات وتأجيلها إلى بعد البطولة إذا وصلك الفيديو يرجى الاشتراك بالقناة ليسألكم كل جديد وشكرا لكم على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر